موسيقى المبادرة قامت بها مجموعة الأطر والفاعلين الجمعوين المغاربة اللي قاتلين بالخارج وهذه المبادرة هذه جاءت نتيجة مرور عشر سنوات على خطاب ملكي ألقاه نهار 6 نوفمبر 2005 الآن في 2015 ما زالت وضعية مغاربة العالم كما كانت عليه مغاربة العالم عندهم تقريبا سبعادية لمؤسسات اللي مهتمين بهم في المغرب ولا مؤسسة تقوم بدورها الآن حان الوقت باش أننا غد نقوم بمجموعة اللقاءات على سعيد دول الإقامة وهذه اللقاءات ما غدتكونش غير في أوروبا غدتكون في دول الخليج في إفريقيا في أسيا أننا لن ننسى مغربيا قاتلا في دولة من الدول وستكون النهاية يوم 15 غوش بالمغرب حيث سنتدرس كل المقترحات والملتمسات التي خرجت بها كل اللقاءات على سعيد الدول وهذه التوصيات اللي هي توصيات علمية عميقة من توصيات نتيجة دراسات ديال الأطور ديال مغاربة العالم لأنه ما غد نديروش مطالب نقابية ولا مطالب ديال كما تكون دائما ولكن هذه المرة سنهيئوا كتاب أبيض هذا الكتاب الأبيض سنقوم بتقديمه للملك لأننا الآن لم نعود ناتق لا في الحكومة لا في المؤسسة الأخرى لأنهم تماطلوا وتماطلوا منذ 6 نوفر 2005 إذا فهمنا من هذه المبادرة هذه بغيت تقصي مجلس الجالية هل يكون كين المجلس الجالية مع موازات مع هذه المبادرة أو اللغة تقصيوها نحن في هذه المبادرة هذه ما غادي نقصيو حتى شي مجلس وحتى شي مؤسسة هذه المبادرة سنتحدث وسنتدارس هذه المؤسسات السبعة يمكن لي الآن قولها لك هي كين مؤسسات وزارة الجالية مؤسسات الحسن الثاني للمغرب المقينة في الخارج مؤسسات مجلس الجالية اللجنة الوزارية التي ترأسها رئيس الحكومة بنك العمال مؤسسات محمد الخامس للتضامن المجلس ديال العلماء اللي هو كذلك تم تأسيس دياله سنة 2009 اللي هو تواجد في العاصمة بروكسل كين وزارة الخارجية وما يتبع وزارة الخارجية من صفارات وملحقات فونسل للمعنى أننا سنقوم بتصلية الضوء على كل مؤسسات على حذاء وستكون كذلك هذه المبادرة ليست مبادرة لتصفية الحسابات مع من كان اللي بغي يصف في الحساب ديالهم مع شي واحد يمشي يصف فيه براء أما المبادرة فهناك أرضية وكين وأوراق كذلك الاقتراح ديالهم وسنقوم بالدراسة ديال كل شي وسنخرج بتوصياتين أن سنة 2015 ستكون سنة الحسن في واقع مغاربة العالم كلمة أخيرة لمغاربة العالم مغاربة العالم تنوجه لهم هدني للالتحاق بهذه المبادرة هذه المبادرة فهي عمل تطوعي فهي تضحية فهي كذلك أنها هي كذلك رؤية لمستقبل الأجيال القادمة لأننا سنتحاسب إذا لم نقم بشيء لهذه الأجيال شكرا أستاذ جمال شكرا لكم